ايوان تقريت صح العنوان مشروع النهاردة ممكن يدخل لك 27000 جنيه كل اسبوع في بداية الامر انا مكنتش مصدق لكن بعد ما بحثت في الموضوع وبدأت ان انا اعرف الناس بتجيب الخامدة منين وبتجيب الماكينة دي منين وبتعمل بيها ايه وبتكسب من وراها ارباح اعلى كمام من 27000 جنيه كل اسبوع لقيت ان الامر فعلا كنز ومطفون وناس كتير جدا شغلاه بس مش رائج ولا حد يعرفه بشكل كبير النهاردة انا جاي اعرفك يا صديقي على مجبس ممكن يدخل لك المبلغ ده واكتر كمان كل اسبوع وعلى فكرة حتى لو انت ما عندكش خبرة في المجال هتعرف ان انت تشتغل فيه وتحقق منه الارباح اللي انت عايز السلام عليكم ايه الاخبار يا ربي دام انت كونوا بخير وكل عام وحضراتكم بخير مشروعنا النهاردة يا صديقي زي ما حضرتك شايف كده مجبس الكارتون او مجبس الهيدروليك مجبس الهيدروليك دوت بيشتغل على كابس الكارتون والكنز والبلاستيك ممكن تطلع من التلات كنوز دول ارباح كمان اعلى بكتير من اللي انا عدتك بها في بداية الفيديو بس مبدئيا انت هتشتغل في نوع واحد او ممكن تشتغل بنوعين بس مش في بداية المشروع ممكن انت بعد ما تبدأ في المشروع تشتغل في نوع واحد نوع خامة واحدة وبعد كده لما تمشي معاك تشتغل في الانواع التانية هتشتغل في ايه هتشتغل في كابس البلاستيك وكابس الكنز تطلع منه الالومنيوم وتكبس الكارتون تطلع منه خام الكارتون الثلاث خامات دول بيوعات تدويرهم وتصنيع بعض المنتجات بهم طيب انهنا شغلتنا النهاردة اللي انت هتقتني المجبس وتعمل لنفسك دعاية ان المكان بتاعك اللي فاتح فيه مشروعك دوت فيه مجبس كرتون او مجبس كنز او مجبس بلاستيك ويبدأ عمال الجمع اللي بينتشرهم في جميع انحاء المحافظات يبدأ ان هم يجمعهم اي حد جمع اي كم على مدار اليوم بيجبه لك في اخر اليوم او بيجبه لك تاني يوم طيب بالنسبة للمجبس ده هحصل عليه ازاي فيه موردين محليين بيبيعوا المجبس دوت على المستوى المحلي باسعار المال وفيه ناس بتشتري من المواقع الاجنبية عن طريق اللي هي بترسد المواقع الاجنبية وتشتري عن طريقها بالاسعار اللي هم عرضينها طيب عشان نسهل عليك برضو الامر المشروع النهاردة بتاعنا هيحتاج حاجات بسيطة جدا اولهم المجبس الهيدروليك اللي حضرتك شايفو ده تاني حاجة تحتاجها ميزان خمسة طن لازم الميزان ده يكون عندك عشان بعد ما تجبس الخمات او تجبس الانتاج اللي بيجي لك كل يوم تبدأ ان انت توزنه وتوديه للمعامل او توديه للمصانع اللي بتعيد تدوير الخامة دي لازم يبقى عندك وسيلة نقل ولو تروسيكل صغير او سيارتك سيارة مثلا نص نقل اي وسيلة نقل حتى لو مش بتاعتك ممكن ان انت تتفق مع حد بيمتلك سيارة او يمتلك التروسيكل اللي بينقله عليه البضايع وتنقل عليه الانتاج بتاعك للمصانع اللي حيعاده او يعيده تدوير الخام اللي انت بتكبسه لازم يبقى عندك اتنين عمال طبعا عشان يساعدوك في جمع الخام او يساعدوك في اللي هم ينقلوا الخام دوت ويحطوه مثلا في مكان التخزين اللي انت مارس فيه المشروع بتاعك وزي ما حضرتكم شايفين كده المكبس وظيفته عبارة عن انه هو بيبقى مكبس هيدروليك بيشتغل بالكهربا وبيضغط اي خامات بتتحط فيه سواء كرتون او بلاستيك او الومنيوم عن طريق اللي هي الكنز جمع الكنز من الشوارع طبعا الحاجات كلها او الخام كله بيتحط فيه بيبقى فيه نسبة هوا عالية جدا المكبس بيعمل على كابس الخام كله بقى على تفريغ الهوا اللي فيه بيخليلك الكمية او بيخليلك الميزان الكمية كلها مضغوطة متفرغ منها الهوا وجهزة على التعبئة او جهزة على النقل للمكان اللي بيوعيد تدورها طيب بالنسبة للارباح اللي هتقود علي من تنفيذ مشروع زي دوت اللي انت وعدتيني بيها في بداية الفيديو هتحقق لي 27000 جنيه كل اسبوع طيب بالنسبة للخام حجمع الخام من الاماكن ازاي بص يا صديقي انت مش هتتعب في اي حاجة هتجمعها لان ببساطا تحطون شروسة عمال الجمع ان فيه هنا مغزن بيشتري منهم الخام اللي هم بيجمعوه كل يوم لمجرد بس ان كلهم بيقولوا البعض في مسافة اسبوع او 3 اسابيع ممكن ان انت تتشهر ونسبة كبيرة من عمال الجمع اللي محيطين بيك في المنطقة اللي هتنفذ فيها المشروع بتاعك تلاقيهم بيجوا لك وبيقولوا البعض وكله جايلك بالانتاجية اللي هو لماها طول اليوم طيب انت النهاردة سعر المجبس بيتروح من 45000 ل 115000 جنيه ده طبعا بتتحسب ازاي بتتحسب على حسب القوة بتاعت المجبس المجبس بيبقى احجام مش كله حجم واحد على حسب رأس المال اللي معاك اللي انت عايز تبدأ بيه مشروعك هتبدأ ان انت تجيب المجبس اللي على قد رأس المال بتاعك طيب بالنسبة للتكلفة والارباح اللي هتعود علي من مشروع زي ده تبص يا صديقي انت النهاردة المجبس بتاعك بيتروح سعره من 45000 ل 115000 جنيه وصيب لك رابط في اسفل الفيديو ممكن ان انت تخش على موقع من المواقع الاجنبية وتشوف اسعار المكابس كام هتلاقي الاسعار زي ما بقولك كل مجبس على حسب طاقة الكابس بتاعه او على حسب الحجم بتاعه ولازم ان انت تشتريه يكون معا ضمان من المورد اللي بيبعه لك ما تشتريهش من حد كده مجبول الهوية وتبدأ ان انت بعد كده ما تلاقلهوش صيانة ولا تلاقيله اي قطع غيار طيب سعر طن الكارتون النهاردة بيتروح ل3000 جنيه لكل طن انت مش هتشتري بالطن بس هتشتري مثلا اللي جمع 50 كيلو اللي جمع 10 كيلو اللي جمع 30 كيلو على حسب اخر اليوم بتاعك على حسب الانتاجية اللي انت بتجمعها اخر اليوم ده بالنسبة لطن الكارتون غير طن البلاستيك لسعر معين غير طن الالمونيا اللي بيتجمع من عبوات الكنز ده برضو لي سعر معين والحاجات دي اسعارها متفاوتة يعني انا عمل لك دراسة جدوة تقريبية مش عمل لك دراسة جدوة حتقعد معاك العمر كله لا انت بتشوف سعر الخام بتاعك في اليوم اللي هتبدأ بمشروعك وتبدأ انت تشتغل زي السوق ما تشتغلش بنمط واحد او تشتغل بسعر واحد طيب طن الكارتون النهاردة سعره 3000 جنيه لكل طن سعر طن الكارتون بعد اما بيتكبس بيتبيعه لمصانع اعادة التدوير ب400 جنيه يعني لك 1100 جنيه لكبس كل طن واحد طن لكبس واحد طن كارتون طيب هنخصم مصاريف الكهرباء ومصاريف النقل اللي انت هتنقل بيها واحد طن انت طبعا على فكرة مش هتنقل واحد طن بس انت هتجمع مثلا عندك اربعة خمسة او عشرة طن وتبدأ ان انت هتنقلهم مرة واحدة بس انا عمل لك درسة جدوى بتاعتي لكل طن انت بتنتجه 1100 جنيه ده لكل طن هنطلع 200 جنيه مصاريف لكل طن انت بتنتجه من كهرباء ومن نقل ومن عمالة على كل طن هيتصفي لك 900 جنيه ده صفي الربح بتاعك في كل طن كارتون انت بتكبسه بس وبتودي لمصانع اعادة التدوية انت النهاردة الماكينة بتكبس لك عدد كبير جدا من الاطنان يعني عندك استعداد تكبس اكتر من عشرة او 12 طن كل يوم او كل وردية ده طبعا مش على الكارتون بس انت ممكن نفس العدد الاطنان تنتجها من البلاستيك او من الالومنيون طيب ولنفرض ان انت كل اسبوع كبست خمسة طن بس وده اقل عدد خمسة طن دول انت ممكن تكبسهم في يوم واحد او في وردية واحدة ولنفرض ان انت كبستهم في اسبوع واحد بس خمسة طن كارتون هتصفي من وراهم ربح اربعة تلاف وخمسمية جنيه يعني بما يو عادل اربعة تلاف جنيه اربعة تلاف وخمسمية جنيه في الاسبوع هيجبولك سبعة وعشرين الف جنيه وده بناءا عن دراسة جدوى تقريبية مش دراسة جدوى كمان بسعر اليوم لا ده انت كمان لما تعمل لها دراسة جدوى وبناءا على المكان اللي انت هتنفذ فيه مشروعك هتلاقي فيها ارباح اكتر من كده كمان وعلى فكرة الكارتون اقل نسبة ربح بالنسبة لمشروع زي ده وقت انت النهاردة طن الالومنيوم لما بتشتريه بيدخلك حوالي الفين وخمسمية او تلات تلاف جنيه صافي ربح بس عشان اصلا طن الالومنيوم بيتباع غالي بيتباع بسبعة وعشرين او بتلاتين الف جنيه على حسب سعر كيلو الومنيوم سعره بينزل بكام انا بمش عايز ان انا اديك ارقام بالزبط عشان فرق التوقيت بتاع الفيديو اللي هتتفرج عليه متتصدمش بالاسعار المتغيرة بس انا بديك العام بتاع مشروع زي دوت بعرفك ان هو ناجح بالشكل اللي عامل ازاي في السوق بعرفك ان مشروع زي دوت ممكن يعود عليك بخير وبدخل بقدر ادي ايه لمجرد بس اللي انت بتنفزه وبكده يبقى مشروع بتاعي انتهى لو عجبك متنساش سابسكرايب لايك سوري وسبسكرايب للقناة واشوفكم في حلقة جديدة مع السلامة